عندنا لقاءات حتى مع مسؤولين من وزارة القهرباء في وقت سابق وقالونا أنهما بينفذوا استراتيجية للدولة عن طريق عدد من العددات الزكية اللي هي هتحل محل العددات التقليدية حضراتكم أكيد مشاركين وليكم دور فعال في إنتاج هذه الخطوط من العددات بالضبط حضراتك إحنا عندنا مصنع المعصرة ده مصنع 45 الحربي بينتج العددات التقليدية وهو اللي مثلا منتج فوق 70% من العددات الموجودة في بيوتنا اللي هي الترادشنال العدية ودخل دلوقتي فيه إنتاج عددات الكهرباء مصبوقة الدفع والعددات الزكية وفيه كمان بينتج عددات المياه وعددات المياه مصبوقة الدفع وعددات المياه الزكية هو طبعا الزكية بتفرق عن مصبوقة الدفع بأن بيتم التحكم فيها إلكترونية من غرفة عمليات بتتم متابعة قراءة كل عددات في كل بيت بحيث أن انت خلاص مش محتاج بقى أن المحصل الكشاف ييجي والكشاف مجاش ما هي دي الحكمة اللي دلوقتي بتتكلم عنها وزارة الكهرباء والطاقة ناس بتشتكي أن الفواتير بتيجي غالية ما فيش كشاف بيعدي على حضرتك يقيم استهلاكك فخلاص هو ده النهج اللي هم بيتابعوه خلال الفترة الجاية إن شاء الله هذا بالإضافة بقى النقطة مهمة جدا أن في حد بيتابع الاستهلاك بتاعك يعني ممكن في مرة من المرات مثلا ييجي يقول لحضرتك أنت استهلاكك في المية الشهر ده كان الضعف فأكيد في حاجة عندك غلط تبص تلاقي مثلا في عندك تسريب فيعني لا ده أنت بتعمل كنترول كمان على المية اللي أنت بتستهلكها مش بس بتدفع يعني الموضوع مش بس دفع لكن كنترول فكده بتقدر ترشد بتقدر تشوف لو عندك أي لصز أو يعني فاقت فاقت في المية تقدر تعمل لي حد تتعامل معي بس ده أكيد بيتطلب تكنولوجيا محترمة الحمد لله يعني إحنا متعاونين مع شركات عالمية وبننفذ هذه العددات والحمد لله نزلت فعلا ودلوقتي بيتم تجربتها خلاص دي بدأت بكورة الانتاج خلاص الحمد لله آه الحمد لله وما فيش أي مشاكل بقى من العددات وماشي زال فل يا رب ان شاء الله آه وكان السيد وزير الكهرباء حضر خلال الشهر اللي فات مع السيد وزير الدولة الانتاج الحربي وتم افتتاح الخط بتاع عددات الكهرباء لما بيكون فيه صيانات أو أعطال بقى بشماندس حضراتكم بيكونوا مشاركين في عملية الإصلاح أو حتى الصيانة فيما بعد ولا بتكتفوا بس بعمليات الانتاج لا بالعكس احنا أعطون متابعين المنتجات بتاعتنا وفيه خط ساخن لو فيه أي شكوى سواء بقى للكهرباء للمية للأجهزة اللي احنا بنبقها أي حاجة بتطلع من عند حضراتكم فيه خط ساخن فيه خط ساخن طبعا رقمه متاح مع حضرتك يا بشماندس أول 19-28-27 19-28-27 الناس اللي تتصل على الرقم ده اللي بيكون عندهم مشكلة في ايه تحديدا عشان ناس تكون عارفة في أي منتج من منتجات الانتاج الحربي أي منتج تلاجة غسالة أي حاجة من منتج من منتجات الانتاج الحربي هذه الحاجة فيه حاجات من الستينات ما زالت تشغالة لغاية دلوقتي بنفس الكفاءة الحمد لله والله يمكن ده فيه بيوت كتير جدا في مصر عندهم البوتجازات أو ربما التلاجات والحاجات بتاعت زمان ولسه موجودة وأصيلة يعني وكمان السخان بتاع الانتاج الحربي اللي هو سخان الغاز لا ده يعني بيعتبر رقم واحد لأن هي مشكلتنا في الانتاج الحربي إن احنا تملي بننتج منتج زو جودة عالية جدا بنحاول نجيب الخامة الغالية اللي تعيش عمرك كبير فبنهتم جدا بالجودة يعني لو حاجة دخلت بيوت مثلا فيها سخان من الستينات هتلاقي شغال لحد دلوقتي بكلم حاجة عن تجربة وأنا شفت حاجات من دي وما زالت شغالة بس يمكن فيه أجيال كتيرة ما تعرفش الحاجات لكن لا المنتجات لسه بنفس قوتها وبنفس كفاءة حضراتكم مركزين على نقطة الجودة لغادي الوقت بالزبط ما تغيرتش لا لما نقدرش ده تحدي بالنسبة لهم ده بريند تحدي بالنسبة لهم طيب إحنا تكلمنا يمكن على القهربة وبنتكلم على الميا فكرة إن حضراتكم تشتغلوا في مجال تنقية الميا أو حتى الصرف الصحي إزاي حضراتكم بتسهموا في الجزئية دي لأنها لا تقل عن النقطة الأخرى اللي تكلمنا فيها الحقيقة طيب برده عشان أخش مع حراك لهذا الموضوع هبتدي كده نبزة صغيرة الانتاج الحربي أساساً أنشئ عشان خاطر يلبي مطالب قوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والزخار يبقى دي مهمتنا الرئيسية عشان أنا أنفذ هذه المهمة فأنا بحط في المصانع بتاعتي أحدث المكينات بدرب العمال بتوعي على أحدث تكنولوجيا التدريب للتصنيع يبقى أنا عندي معدات عندي عامل مهر في الدول اللي هي بتنتج عن متن السلاح يبقى فيه فائض في الطاقة دهية سواء طاقة بشرية أو طاقة تكنولوجية أنا بستخدم هذه الطاقة في إنتاج معدات وأجهزة حكتين أن أنا بخدم بيها المشروعات القومية الكبرى وأن أنا بنتج منتجات تساهم في أن بملى الفراغ اللي موجود في السوق المحلي من منتجات زي الأجهزة المنزلية مثلا للطاقة المتوسطة بحيث أن أنا بوفر منتج بجودة عالية جدا وبسعر منافس فهي دي الفلوسفية الرئيسية للإنتاج الحربي طب أنا بقى في المشروعات القومية ده هيت أنا بنتج أو بقى قيم بأنشئ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لتنقية مياه الأبار لتحليط مياه البحر وإحنا بنشتغل فيها دايات وأنشأنا عدة محطات يعني يمكن آخر حاجة في محطات في 29 محطة في الوادي الجديد وبنسلمها اتباعا بتسلم دي بقى للحزارة التنمية المحلية أو للمحافظة المحافظة بعد كده بتقوم على إدارة هذه المشروعات طيب بطاقة التموين بقى أولا أعرف حضرتكم برضو كل ما بنتكلم مع وزارة التموين بيقولوا إن احنا بالنسبة مع وزارة الانتاج الحربي عشان يكون فيه الكروت وكذلك الكروت المتعلقة بالفلاح الناس ممكن تقول إيه علاقة الانتاج الحربي بكرة الفلاح ولا ببطاقة التموين تمام إيه علاقة بقى هو حضرتك برضو دي نقطة مهمة لازم برضو نتعرض لها وهو إن الانتاج الحربي بيتعاون فعلا تعاون وثيق جدا مع الوزارات والهيئات في الدولة من ضن هذا التعاون فيه التعاون مع وزارة التموين هو إيه الموضوع؟ الموضوع بمنطقة البساطة إننا دلوقتي كنت بروح لمنفذ بتاع بيع اللي هو التموين أو صرف الخبز فكان بيبقى فيه مش هقول تلاعب لكن بيبقى فيه حاجات خارج السياق بروح للمخبز أو للتموين يبصرف سواء نعيش أو حتى يعني السلعة التموينية السلعة التموينية بالبطاقة بتاع الزمان ده هي تنورق ده طيب إحنا الموضوع ده هلت عايزين نحوله إلى بطاقة يتم الصرف بيها ويتم متابعتها يتم الناس اللي هم لهم حق هذا الصرف فبمنطقة البساطة إحنا المستهلك بيروح للمتجر بتاع التموين وفيه استمارة بيقول أنا فلان وأولادي فلان وكذا وكذا بتجلنا دهية بنطبقها بقى بقاعدة بيانات موجودة عندنا بمطبقة قاعدة بيانات دي بقى بيطلع حاجات كتير غير طبيعية بنبتدي نشيلها وبنقول لا هذا المستهلك يستحق لعدد كذا لأن أسرته كذا وكذا وكذا اللي هي مبدأ إيصال الدعم لمستحقين ودي الشيء المفهوض يعني بيسعدنا كلنا ودي بقى النقطة الرئيسية بتاعت الانتاج الحربي اللي هو تنقية بطاقات التموين وإصدار البطاقات الزكية نفس هذا الفكر بيطبق في الحيازة الزراعية أنت دلوقتي عندك حيازة زراعية الحيازة دي بتصرف بيها سماد بتصرف بيها كيماوي بتصرف بيها المبيدات والمبيدات فأنت برضو بيحصل حاجات مش مظبوطة طيب إحنا بقى عندنا قاعدة بيانات هات بقى أنت الحيازة بتاعتك إحنا هنعمل كارت لحضرتك الكارت الزكي ده بيقول أنت حتة الأرض بتاعتك مسحتها قد إيه تستحق سماد قد إيه تستحق كيماويات قد إيه تبطي تصرف أنا حتى لا أقدر موارد